مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لنا مخذوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر الى واحد ايماني واحد وملوشي تاني حبني ومت على شاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاج التفسير انا حشرح ليك وافصر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر انا انا مش كافر النعمة والسلام برحب بكم احبائنا مشاهدين القرام من خلال شبكة قنوات القرمة وحلقة جديدة من برنامج انا مش كافر موضوع جديد مع لقاء جديد بيتجدد كل اسبوع النهاردة بنتوقف قدام موضوع مهم جدا تحت عنوان صورة التحريم اسئلة بلا اجابات اتمنى النهاردة بالذات في الحلقة دي بشكل خاص اتمنى من اخواتنا المسلمين ان هما يسمعوا كويس جدا ينصطوا الى كل كلمة الى كل فيديو الى كل حديث الى كل تفسير هنعرضوا قدام حضراتكم على الهواء واتمنى ان الاسئلة اللي هقوم بطرحها من خلال عرض الفيديوهات والاحديث والتفسير الخاصة باسباب نزول صورة التحريم بالمفردات والكلمات والمواقف اللي موجودة جوه الصورة اتمنى انه نفكر فيها اتمنى ان نقف قدامها اتمنى ان نكونش بنقرأ كده وخلاص او بنهز راسنا او متعودين هو ده وحي منزل وانزله جبريل على الرسول وانت تعرف اكتر من شيخ الازر انت تعرف اكتر من الشيوخ انت تعرف اكتر من المفسرين وندخل فيه سلسلة كده من التبريرات ومن الحجج اللي ملهاش اي منفعة ومش هتغير وضعك هتفضل محلك سر بتتقبل اشياء تتعارض تماما مع العقل والمنطق وعليها اشكاليات ومشاكل كتيرة جدا انت خايف تفكر فيها عشان ما تشكش عشان ما تقعش في المحذور خلونا في البداية نصلي خلونا نرفع قلوبنا نصلي لاجل السلام في الشرق الاوسط الاحداث اللي بتجري خلونا نصلي ان الرب يصنع بنفسه سلام في قلوب البشر وانا عارف ومتأكد انه مفيش سلام بعيد عن الرب يسوع المسيح لا سلام قال ربي للاشرار فيه سلام على الارض والله بيدعونا وبيشجعنا ان نكون صناع سلام وكلمات المسيح في المواضع على الجبل قال كده طوبة لصانع السلام الله بيدعونا ان نصنع سلام في علاقاتنا مع الاخرين والله بيدعونا ان نصنع سلام او نقوم بمبادرات سلام والله بيدعونا ان نكون دعاة سلام لكن السلام الحقيقي مش هيتحقق الا لما القلب يتملي برب السلام اصلي ازاي هيبقى فيه سلام ورب السلام مش موجود ازاي هيبقى فيه سلام ومصدر السلام مش موجود نقدر نقول انه تبقى عملية هدنة نقدر نقول عملية يعني تجنب خطر تجنب حروب نوع من التعايش او ما يسمى في المصطلحات السياسية التعايش السلمي انت في حالك وانا في حالي فيه بعض الاتفاقيات موجودة اللي كل واحد بيشوف او بيرعى مصالحه من خلال الاتفاقيات دي لكن السلام الحقيقي اللي الناس بتدور عليه سلام الحقيقي للناس بتتمنى السلام الحقيقي للناس بتنشده وبترجوه لن يتحقق الا بشكل شخصي مع كل قلب ومع كل نفس تقبل محبة الرب يسوع المسيح فإحنا بدينا سنة جديدة وذي ما تكلمنا في الإسبوع الماضي بدينا سنة جديدة ويمكن دي الحلقة التانية في السنة الجديدة وبصلي لأجل بلدنا أن الرب ينعم عليها بالسلام وبصلي لأجل منطقة الشرق الأوسط أن الرب ينعم عليها بالسلام بصلي لأجل غزة وبصلي لأجل فلسطين وكل الفلسطينين بصلي لأجل سلام سلام في احترام سلام في قبول ما بين الفلسطينين والإسرائيليين بصلي لأجل سلام ما بين الإخوة في السودان الأشقاء في السودان اللي بيحاربوا بعض معرفش بأي غرض وبأي مصلحة وأمور يعني ذكرها أيضا قبيح لكثير جدا من السيدات في السودان تعرضوا لاختصاب على يد جنود سودانيين سواء تابع للبرهان أو حميدتي الجنب الثاني اللي هو قوات الدفع أو تدخل السريع أمور صعبة جدا بنسمعها في السودان أمور صعبة جدا في اليمن أمور صعبة جدا كل المنطقة غالبا شبه منطقة مشتعلة أو منطقة قابلة للإشتعال احنا بنصلي أن الرب يأتي بسلام على المنطقة دي أن الرب يوقف كل حروب وكل مؤامرات وكل نزاعات طائفية ومذهبية وصراعات سياسية على حساب الناس الأبرياء والنساء والأطفال قلونا نصلي لأجل قناة القرمة لأجل استمرار عمل الرب في قناة القرمة ماذا لنا بنصلي لأجل شركاء شهريين احنا بنطلب أربعة تلاف شريك شهري عشان القناة والعمل يستمر الوقت ده الوقت ده وكل سنة وكل سنة هتيجي سنة جديدة بدينا فيها أربعة وعشرين سنة لبعديها كل يوم بيؤكد لنا الرب أهمية وجود رسالة زي رسالة المسيح لأن العالم يحتاج إلى رسالة المسيح العالم عنده أزمة أزمة في السلام أزمة في الأمان أزمة في الثقة أزمة في الإيمان أزمة في الغفران أزمة في التعايش وحل الأزمات دي مش هتيجي من خلال التكنولوجيا التكنولوجيا وصلت إلى مدى كبير جدا لم يشهدوا العالم من قبل من التطور هل حل مشكلة الإنسان هل حلت مشكلة الإنسان هل التطور الصناعي حل مشكلة الإنسان بل زاد المشكلة في داخل الإنسان وبدأ الإنسان يشعر أنه مجرد سلعة وبدأ الإنسان يشعر أنه مجرد آلة بيحرقوها مجموعة من المنتفعين لكن الحل الحقيقي للأزمات اللي أنا ذكرتها والحل الحقيقي للإنسان هو شخص المسيح ورسالة المسيح عشان كده كل سنة وكأن الرب بيقول لنا أهمية وجود رسالة المسيح أهمية وجود رسالة الناس تسمعها أهمية وجود كلام حقيقي عن المحبة الإلهية كلام حقيقي عن خلاص النفس البشرية كلام حقيقي عن الأمان كلام حقيقي عن السلام مش هتلاقيه في القنوات العالمية لا في CNN ولا في Fox News ولا في مع عمر أديب ولا مع أحمد موسى ولا مع أي قناة في العالم ولا مع العربية ولا مع الجزيرة هتلاقي أخبار فيها اشتعالات وفوضى لكن مش هتلاقي ده إلا في المسيح وعشان يوصل الخبر ده والرسالة دي توصل لابد أن تكون هناك قناة بتغطي كل الأرض وبتوصل لكل ناطقي اللغة العربية وأنا أشكر رب لأجل قناة القرمة أنها بالفعل بتحقق الاتنين دول بتغطي كل الأرض وبتوصل لكل ناطقي اللغة العربية في أي مكان متواجدين فيها ورسالتنا للكل مش بس للشعب المسيحي فيه رسالة تشجيع للشعب المسيحي لكن فيه رسالة خلاص فيه رسالة حق فيه رسالة نور فيه رسالة نور فيه رسالة نور بتوصل لإخواتنا المسلمين وشايفين التجاوب وشايفين قوة التأثير لأن رسالة المسيح حتما لابد أن يقول لها تأثير وقوة تأثير أنا بصلي أن الرب يباري قناة القرمة أنا بصلي للأجل وبشكركم جدا لأجل تشجيعكم حبكم وتعضدكم ووقفكم معانا وسندتكم لينا هنبدأ وبدينا من الأسبوع اللي فات سنة جديدة وهنكمل خلال السنة دي وهنشارك معاكم باختبارات كتيرة جدا وبشهادات حية ربنا بيعملها في وسط إخوتنا خلونا نصلي أبانا المبارك بنرفع قلبنا طلبين وجهك يا رب وإنت اللي قلت اطلبه وجهي يا رب مكتوب عنك أنك سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر أنا بصلي من كل قلبي يا رب لأجل الاستقرار لأجل الاستقرار والأجل الأمان والأجل السلام يا رب في منطقتنا ولا سيما ما بين يا رب للشعب الفلسطيني والشعب الغزاوي يا رب أهل غزة وما بين الإسرائيليين والفلسطينيين في السودان في اليمن في ليبيا في كل مناطق في تشاد في النيجر يا رب في نيجيريا في كل المنطقة في الجزائر في تونس في المغرب في موريتانيا في سوريا في العراق في كل المنطقة يا رب أصلي لأجل سلام حقيقي يا رب سلام حقيقي لأجل استقرار لأجل هدوء لأجل يا رب رسالتك تغمر كل قلب وتوصل إلى كل نفس أن الناس تفكر أن الناس تبحث أن الناس تدور أن الناس تعرف الحق ده يا رب كل السنة بتيجي علينا بتغبرنا أنه جراز انظار أن فيه ذمن فات من عمرنا وأن المتبقي ما بقاش قد اللي فات فبصلي أن الناس تقف مع نفسها الناس تدور على خلاصها تدور على نجاتها تدور وتبحث وتسأل من جهة حياتها الأبدية بصلي لأجل كل إخوات المسلمين يا رب لأجل موضوع النهاردة يكون سبب نور وسبب يا رب خطوة تجاه البحث وتجاه يا رب الوصول إلى الحقيقة وكشف كل الحقائق قدام عنهم وقدامهم يا رب أنا بصلي لأجل قناة القرم وكل فريق العمل وكل التحديات الموضوع قدامهم يا رب بصلي أنك تسد كل احتياج تحفظ وتلمس الجميع وتبارك الكل كل هذا نصلي لك يا أبانا إلهنا القدير العظيم الخالق الإله الوحيد الأوحد الإله القدير الإله المحب الإله الصالح نصلي يا رب ونقدم لي كل سجود القلب وكل تعبدنا وكل خضوعنا واتضاعنا أمام شخصك العظيم المبارك في اسم المسيح نصلي آمين آمين متأسف سورة التحريم أسئلة بلا إجابات سورة التحريم سورة مدنية وبحسب ما هو مكتوب أنه سورة التحريم بحسب بعض المفسرين اللي نسبوا جزء من أحداث سورة التحريم إلى عائشة وحفصة وذينب بنتجحش أو صفية أو مارية القبطية يبقى بنستخلص من الكلام هذا أنه سورة التحريم ما بين سنة ستة وسبعة هجرية لأنه قصة صفية كانت سنة خمسة هجرية أو سنة ستة هجرية فإذن أحداث سورة التحريم بعد هذا التاريخ يعني بنتكلم في سنة سبعة هجرية سنة تمانية هجرية يعني بنتكلم ما بعد تقريبا حوالي يمكن عشرين سنة واحد وعشرين سنة من الدعاء نبي الإسلام والدعاء أنه نبي وأنه جاء برسالة هي رسالة الإسلام وبدين من الله هو الدين الإسلامي ونقدر نقول أن سورة التحريم مش عايزة أقول من أواخر الصور عشان محدش يطلع يمسك ويقول مش عارفين لكن هي سورة التحريم من ضمن المراحل الأخيرة في حياة نبي الإسلام لأنه ممكن نقول أن سورة التحريم أحداثة سنة سبعة فبنتكلم قبل ثلاث أربع سنين من موت نبي الإسلام لما نقرأ سورة التحريم بتتحط قدامنا أسئلة كتير جدا وقبل ما أقرأ على حضراتكم سورة التحريم من المعروف والمؤكد لدى المسلمين بحسب نصوص قرآنية أن القرآن يتواجد سابقا على اللوح المحفوظ في السماء وأن القرآن حسب أحداث نذل به جبريل أو نزله جبريل الروح الأمين بحسب المنطوق الإسلامي على قلب نبي الإسلام على فقرات وعلى أجزاء وحسب مناسبات معينة فسؤالي من المفترض أن تكون سورة التحريم ضمن القرآن الموجود على اللوح المحفوظ واحد يقول لي إيه العلاقة يبقى من المفترض أنه لما أقول أن القرآن موجود على اللوح المحفوظ إذن القرآن سابق لكل الأزمنة موجود على اللوح المحفوظ يعني مكتوب يعني معلوم يعني معروف لدى الله على الأقل طيب يبقى أحداث سورة التحريم اللي حدثت سنة سبعة وتمانية هجريا من المفترض أن تكون معلومة عند الله بحسب المنطوق الإسلامي أنا ماشي في البداية بألفاظ ومنطوق وفكر وحسب العقيدة الإسلامية فمن المفترض أن أحداث سورة التحريم اللي حدثت سنة سبعة هجرية أو تمانية هجرية تبقى معلومة عند إله الإسلام باعتبار أن السورة مكتوبة من الأزل سابقا أمام إله الإسلام في اللوح المحفوظ طيب يعني لو هي مكتوبة مسبقا يبقى المتسبب في الأحداث سأضع بعض الإحتمالات وأنا أتمنى أن المسلم يفقر فيها هل إله الإسلام هو المتسبب في الأحداث باعتبار أن السورة مكتوبة سابقا من قبل حدوثها من قبل الأزمنة على اللوح المحفوظ ولا مكتوبة لمجرد التنبؤ أن الأحداث دي هتحصل كمجرد علم بالشيء يتختار دي يتختار دي ما ينفعش نقول أن السورة جات بعد الأحداث لأن السورة لو جات بعد الأحداث أقول عليها سورة يعني جات بعد أحداث يعني اتعملت أحداث اتعلجت بالصورة دي يعني نزلت خصيصا بشكل لو أقول عبارة نزلت يعني لمعالجة أحداث معينة يبقى إذن أنا لغيت اللوح المحفوظ لو أقول المنطوق ده ما أنت تختار حاجة من ثلاث يتلغي اللوح المحفوظ وإذن الصورة بقى أول ما حصلت الأحداث جي إلى الإسلام جبريل جبريل تعالي خد الكلام ده عشان فيه مشكلة في بيت النبوة في بيت نبي الإسلام خد الكلام ده وصلوا النبي الإسلام عشان يعرفوا لزوجاته أين بقى مين المتسبب في الحدث ده عائشة وحفصة أو عائشة وصفية أو عائشة وزينب أو عائشة وسودة أو عائشة وحفصة مع مارية نحن هندخل في لعب بعد الوقت ما تستعجلوش أين كان خد يا جبريل وصل لأن فيه مصيبة فيه قنبلة هتنفجر في بيت النبوة فوصلوا الكلام ده انقذوا انقذوا ده احتمال وده اللي بيتقال وده تحت عنوان أو تعريف إسلامي معروف اسمه أسباب النزول لو قلنا الكلام ده يبقى لغينا اللوح المحفوظ لكن من المفترض ان القرآن موجود على اللوح المحفوظ يبقى حاجة من الاتنين موجود على اللوح المحفوظ يبقى لغينا الاحتمال التالت لكن طالما موجود على اللوح المحفوظ حاجة من الاتنين يموجود بشكل فيه علمه مصبق نوع من التنبؤ ان فيه احداث تحصل كان من المفترض ان جبريل يبلغ لنبيه الاسلام قبل ان تحدث او موجود على اللوح المحفوظ يبقى يصبح اله اله الاسلام هو المتسبب هو المتسبب فيها فكانت لابد ان تحدث لانا سبق وكتبها اله الاسلام والامر ده يدخل ضمن القدرية والقضاء والقدر فدي المطب الاول الموجود لدى المسلمين والسؤال الكبير اللي انا متأكد ان ما فيش مسلم من اول مشيخة الازهر وعلى رأسها الدكتور احمد الطيب الى اي علم اسلامي شيعي او سني هيقدر او يمكن ما فقرش بالطريقة دي او هيقدر يجاوب علينا السؤال الاولان ده مجرد السؤال الاولان خلونا نقرأ مع بعض من ايات سورة التحريم ونمشي كده خطوة بخطوة ونبدأ بقى نشوف المطب المطبات مش مطب واحد المطبات والازمات والاسئلة التي بلا اجابات الموجودة داخل احداث سورة التحريم سورة التحريم بتبدأ يا ايها النبي لما تحرم ما احلى الله لك يعني الاية الاولى دي يا ايها النبي لما تحرم ما احلى الله لك يعني نبي الاسلام حرم حاجة على نفسه هي في الاصل حلال وحرمها ليه هنشوف حرمها خوف نبي الاسلام خاف من موقف معين وخاف من ردة فعل شخصيات معينة هو كان بيخاف منها فاضطر مضطر ان يحرم حاجة هي في الاساس حلال ليه فوجدت هذه الايات كصيغة معدبة ليه يا نبي الاسلام تحرم ما احله الله لك ما احلى الله لك السبب وراه على طول تبتغي مرضات ازواجك والله غفور ورحيم يعني انت حرمت حاجة على نفسك بهدف انك ترضي زوجاتك ازواجك بصيغة جمع يعني مش واحدة كذا واحدة يعني كانت فيه مؤامرة او فيه خناءة او فيه قنبلة انفجرت في داخل بيت النبوة اضطر بناء على هذه القنبلة اللي انفجرت فيه داخل بيت النبوة اضطر نبي الاسلام يتعصب وينفعل ويغضب ويضطر ان يحرم شيء على نفسه ابتغاء مرضات ازواجه زوجاته يكمل النص القرآن قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم يعني عندك انك تكفر تحلة ايمانكم يعني تكفر وترجع ما انت قلت اسلو اقسم قال والله هحرم الامر ده على نفسي ده قصب والقصب محتاج تكفير فقال له عندك وسيلة التكفير اللي تقدر تكفر بيه عن نفسك وترجع في كلامك وتمارس حلالك اللي انت حرمته على نفسك واضح الصورة قد فرض يعني موجود عندك الله لكم تحلت ايمانكم والله مولاكم وهو العلي الحكيم المشكلة واذ اصر النبي الى بعض ازواجه يعني نبي الاسلام اهل سره معين اتحط في موقف وتسأل سؤال فباح بسر كان عايز انه هو يخبيه على بعض من زوجاته اذ اصر النبي الى بعض ازواجي حديثا فلما نبقت به ازاعته يعني قال لوحدة سر وقال لها اكتم السر ده فلما قال لها اكتم السر ده راحت زي ما بقول كده خبست عليه وازاعت السر وقفشت السر لوحدة تانية من زوجاته يعني كانت فيه مؤامرات ولاعب كده ما تنسوش احنا بنتكلم الاحداث دي فين يا جماعة في بيت النبوة فلما نبقت به ازاعته افشت السر خبست عن الامر وازاعت الامر وازهره الله عليه طبعا هو بقى عامل نفسه انه جات له نبوة وجبريل جاله في السر كده قال له الحق الحق فيه ايه فلانت الفلانية اللي انت قلت لها خب السر ده وما تقولش لحد راحت ازاعت السر فجي قال لها بقى انت ازاعت السر يا فلانت الفلانية اشعر رفاق ارفت هي دي محتاجة ما التانية قالت له التانية قالت له وعمل فيلم وتعمل فيلم على ان جبريل قال له وان ده بقى من علامات النبوة ايه ما التانية قالت له واحدة افشت سر ولما التانية عارفت نتيجة لصغر سنها لما اقول صغر سنها عارفتوا مين هي التانية دي عائشة من حماسها قوي راحت قالت له انت عملت كذا اشعر فيك انا عارف افلام صدقوني أفلام قصة سورة التحريم دي أنا أشجع أي كاتب سيناريو أو أي أديب يكتبها فيلم الحقيقة لو كتبت فيلم هيطلع فيلم يعني الناس ستعرض عليه ويبقى فيلم يعني حلو قوي فلما نبقت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني قال لها جزء من لما عرف أن فلانة خبصت وأفشت السر وأزاعت السر راح أي الجزء فالتاني قالت له انت عرفت منين راح مخب الجزء التاني وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبقها به قالت من أنبقت هذا قال نبقني العليم والخبير لا مش محتاجة خبير لأن التانية قالت له هي المواضيع اللازم تمشي في السجع والقفية ومواضيع لازم تتحبك بطريقة معينة عشان يتورى أن فيه نبوة هنا وفيه بقى أسرار والسماء بتلحقه بالأخبار أول بأول بتتديله الأبديت أول بأول تديله كده يعني الأخبار أول بأول إن تتوباء هنا بقى أقنف مشكلة إن تتوباء إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهراه عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا انت تتوباء يبقى هنا استخدام المثنى والمثنى معناه إن كان فيه اتنين يبقى الحديث موجه إلى اتنين من زوجات النبي يعني كان فيه اتنين عاملين مؤامرة واحد يقول لي من الاتنين واحدة اللي أفشت السر والتانية اللي وصل لها السر طبعا الخبر اتزع بعد كده فيه وكالات يعني سي ان ان وكالات أخبار أزعت الخبر في كل بيت النبوة ووصل الخبر إلى 11 زوجة بعد كده لكن كان العتاب نازق أو موجود أو موجه إلى اتنين من زوجات نبي الإسلام عشان كده استخدم صيغة المثنى ان تتوباء إلى الله فقد صغت قلوبكما يعني لو تبتم صغت قلوبكما يعني قلوبكم أصبحت يعني قلوب تائبة راجعة إلى الله وانت ظهراء علي فضلت على موقفكم بصوا بقى التعبير صيغة التهديد جبريل نازل بصيغة التهديد موجه إلى اتنين من زوجات نبي الإسلام وانت ظهراء عليه يعني هتفضلوا على موقفكم فإن الله بصوا بقى بصوا بقى يا فلانا وفلانا وانا هكشف لكم مين فلانا وفلانا بعد شوية بصوا بقى يا فلانا وفلانا هتفضلوا على موقفكم هنعمل جيش قدامكم وهتشوفوا اللي عمركم ما شفتوه الويل نازل من السماء لغة التهديد صريحة جدا وانت ظهراء علي تظهراء علي يعني فضلت على موقفكم وتمردت عليه وفضلت يعني بتشتاكوا عليه وفضلت في موقفكم ده خدوا بقى هتشوفوا اللي عمركم هوري لكم يعني سواد الليل هي دي لغة يا جماعة هو ده كتاب يهدي إلى الحق اللغة دي وإيه الخطاب ده وإيه الحوار ده وإيه التعبيرات ده طيب وكأنه جبريل بيوصل رسالة ضمنية من خلال نبي الإسلام ومن خلال الكلامات دي جاية من إله الإسلام خلي بالكم بقى يا فلانا وفلانا هتفضلوا على الموقف بتاعكم خلي بالكم ده أنا معاه وجبريل معاه وصالح المؤمنين معاه والملائكة هيكونوا الظاهير بتاعه يعني إيه يعني هتتشكل لجنة كبيرة جدا على رأس هذه اللجنة إله الإسلام وفي داخل هذه اللجنة صالح المؤمنين وجبريل بقى وانتو عارفين جبريل جبريل ما هو جبريل في الفقه الإسلامي والملائكة كلهم أجمعين هيكونوا ظاهير للرجل اللي انتو فاكرين ده انه هو لوحده لا مش لوحده حبيبي زي واحد داخل معرقة فجالوا ناس من أهل الحارة يهددوا الناس اللي قدامه في المعرك اسمع هو تفتكروا ان الرجل ده لوحده لا ده مش لوحده احنا كل أهل الحارة معاه هو ده أنا مش بقلف سدقوني هو ده المنطوق القرآن وإن تظهرها عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهيره يعني ايه واقفين في ظهره عسى ربه خدوا التهديد التاني بقى خدوا التهديد الأول إله الإسلام هيشكل فريق ولجنة هيشكل فريق اسمه فريق الدفاع فريق الدفاع عن نبيه أمام امرأتين كل الهيصة دي قدام امرأتين يا خب ربيض ده منطوق القرآن يا جماعة السدقوني الرب شاهد ما بألف والآيات قدامكم اقروها قلبوها روحوا لكتب التفسير وهنروح دلوقتي لكتب التفسير خدوها بالطول والعرض مش هتطلع غير بالطريقة عشان كده أنا بقول ايه يعني أنا عارف أن وحيد حامد مات والناس المؤلفين القبار يخسار أني نجيب محفوظ ما عملش فيلم من صورة التحريم ووحيد حامد ما عملش فيلم من صورة التحريم والناس الإحسان عبدالقدوس والناس الروائيين والقبار دول ويوسف إدريس أو يوسف السباعي أو يحيى حقي والناس القبار دول ما عملوش فيلم من صورة رواية تنفع فيلم مؤامرات وخطط وجيش وتهديدات فالتهديد الأول سيتتم تشكيل لجنة للدفاع عن نبي على رأس هذه اللجنة إله الإسلام ومعه الله ومولاه إله الإسلام ومعه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة ظهير ظهير يعني في ظهره التهديد الثاني عسى ربه ام طلق قلنا يعني يعني خلي بالكوا بقى لو ما نفعتش اللجنة لجنة الدفاع المشكلة من قوام إله الإسلام وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ظهير هنلجأ لي الخطوة التانية إيه الخطوة التانية الطلق عسى يا ربه انطلق قلنا يعني هيطلقكم وبصيغ الجامعة هنا لا ده مش فلانا وفلانا لا ده أنا هطلقكم كلكم الحداشر طالق أن يبدله طب يفضل بقى مترهب ويعيش بقى ثلاث أربع سنين الأخيرة دول بدون زوجات بقى والستات وخصمات ونقاشات وخناءات ومؤامرات وحاجات زي كده ويعيش بقى الأربع سنين دول المتبقية من حياتي يعني نزير للدعوة والرسالة لا ده مش هيطلقكم ويسرحكم وكل واحدة تروح لبيتها وهو عد فاضي لا اسمع يا مسلم عسى ربه انطلقكم هيتطلقكم أن يبدله أزواجا يعني هيتطلقكم من هنا هجوزوا من هنا هي دي لغة جماعة أفي دونا يا أهل العلم هي دي لغة يعني مش عارف أقول إيه بصراحة مش عارف يعني أنا ببص لإخواتي الموجودين فريق العمل حد عنده تفسير أو اقتراح أو أقول إيه في الكلام قدام الرواية دي وقدام هو إله عمل عقله باتنين ستات محترامي لجنس المرأة بس دول اتنين واحدة عندها في الوقت ده كان عندها يعني حوالي تقريبا نقدر نقول 14 15 سنة والتانية لو أعتبر أن داخل الموضوع مع عائشة حفصة كان عندها 21 سنة أو لو أعتبر أن اللي فيه داخل الموضوع صفية كان عندها يعني حوالي برضو 19 سنة يعني إلقى الإسلام وقف على اتنين واحدة عندها 16 سنة واحدة عندها 19 سنة وداخل في حوارات وداخل في خناقة هتصلحوا ولا هشكل فريق هتصلحوا ولا هقولوا يطلقكم ده مش بس هيطلقكم ويخرب بكم كل اتنين لا ده هيطلق كل الستات هيطلق كل اللي على زمته ما تزعلش مني ده لغة القراءة انطلق كنا بصيغة جمع مش بصيغة موثنة يعني الحديث موجه للكل أن يبدله هجب له مكانكم هجب له مكانكم أزواجا خير من كنا يعني ايه يعني انتو انتو ايه زي ما يعني في البيت الاسلامي زوجي يقول لزوجته انت فاكرة نفسك ايه انت بنت مين يعني ده انا ممكن اجيب لك ست مش عارف بيسموها ايه عفني ست ستك ولا مش عارف يعني اللغة دي يا جمعة ده انا ممكن اجيب لك يعني ست ستك اللغة دي ازواجا خير من كنا ما لهم بقى مسلمات طب ما هما مسلمات مؤمنات طب ما هما مؤمنات اللي هتطلقهم وبتهددهم بالطلاق ولا انت شاكك في اسلامهم وشاكك في ايمانهم قانتات طب ما هما قانتات يعني بيصلوا ويقوموا الليل تائبات ولا هما مش تائبات اصلا دي هتوقعنا في صورة النور بقى لان اللي جو الحكاية دي جواها عائشة فلو مش تائبات هتوقعنا في صورة النور وحادثة الافك قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابقار ثيبات يعني ايه يعني هاجب له النوعين المرأة الثيب يعني المرأة المتزوجة وابقار يعني البنت غير المتزوجة كانت عائشة تفتخر على ذوجات النبي انها الوحيدة البكر والباقي سبق لهم الزواج فجاي نبي الاسلام بقى مش نبي الاسلام متأسف اله الاسلام بيلقح على عائشة بدون ما يذكر بدون ما يذكر الاسم يقول لها ياللي بتقولي على نفسك بكر هخليه طلقك وهجب له بقى من الزوجة بكر تقعد تفتخر عليه وتقوله انا الوحيدة البكر ده هجب له مجموعة من الزوجات البكر ومجموعة من الزوجات اللي سبق ليهم الزواج ثيبات وابقار وبدأ في التهديد بقى التالت التهديد يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وآليكم نارا يعني احفظوا أنفسكم وآليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون التهديد التالت بقى احفظوا نفسكم من النار ومش أي نار ده نار عليها ملائكة غلاز وقود النار دي الناس والحجارة طب الناس عارفينها تولع تحط الإنسان جوه النار النار تزداد وتشتعل أكثر طب والحجارة وقودها الناس والحجارة وعليها يعني مش هتعرفوا تفلتوا منها مش هتعرفوا تهربوا منها عليها ملائكة غلاز شداد يعني ده نمعين باديجارد ملائكة بقى من اللهم جدت أو دول هيقفلكوا على بحيرة النار مش هتقدروا تفلتوا منها وكمل ونكمل ونستكمل رحلتنا في صورة التحريم من التهديد والوعيد واحد يقول لي يا عم بطل تأليف ويا عم لا الكلام ده مش موجود ويا عم ويا عم ويا عم أقول له تعالى يا حبيبي نتكلم مع بعض بقى على أسباب نزول صورة التحريم نبدأ من ابن كثير نبدأ من ابن كثير تفسير ابن كثير ابن كثير لصورة التحريم ابن كثير وأسباب نزول صورة التحريم في تفسير ابن كثير لصورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله قفور الرحيم اختلفه في سبب نزول صدر هذه الصورة يعني افتتاحيات او الايات الاولى من هذه الصورة فقيلة نزلت في شأن مارية ايه مارية دي اسمع يا مسلم اللعبة بقى كانت بتاع سورة التحريم دي والرواية كانت مشهة زي اسمع يا مسلم فقيلة انها نزلت في شأن مارية وكان رسول الله قد حرمها فنزل قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك انا مش كلامي ده كلام ابن كثير الاية قال ابو عبد الرحمن النسائي اخبرنا ابراهيم ابن يونس ابن 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 حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن انس وانس ده بقى ايه اللي تربى بيت النبوة انس ده مش واحد عادي انس ابن مالي ده تربى جوه بيت النبوة وشايف الاحداث وبتوصل وكان يتجاه يعني هو كده يتصنت مع ايشة يسمع بتقول ايه ويروح راوي بعدك ويحتفظ في سره وبعد كده يروي يعني انا مش جايب حديث منقطع لا ده انس وانس ما هو من هو انس الجميع علماء الحديث يعرفون من هو انس ابن مالي عن حماد حدثنا حماد ابن السلام عن ثابت عن انس ان رسول الله كانت له اما من الامة دي ماريا اسمع يا مسلم بعلمك درس جديد او اعتقد ان ماريا كانت زوجة من زوجات نبيك لا ماريا كانت ملك يمين هدية كانت جارية يطاقها نبيك بدون جواز بدون زواج يمارس معا الجنس بدون زواج كانت له اما يطاقها يعني يقع عليها يمارس معا العلاقة الزوجية الجنسية فلم تذل تذل بها عائشة وحفصة حتى حرمها يعني فضلت تذن عائشة وحفصة عليه يقال حسب كتب السير والاثر ان ماريا كانت جميلة جدا وكانت عائشة وحفصة بتغير جدا وبيغيروا جدا من ماريا ففي ليلا من الليالي ويا ريتها مكانت الليلة دي نبي الاسلام قال لحفصة روحي زوري بيت ابوك راحت حفصة تزور بيت ابوها ودايما معروف في عرف بيت النبوة ان الليلة اللي تبقى فاضية تروح لعائشة زي ما مثلا سودة اهدت ليلتها لعائشة هكذا اي زوجة يفضل يوم بتاعها يبقى اليوم بتاعها يروح لنصيب عائشة فكان من المفترض ان نبي الاسلام بعد ما ماشى حفصة وقال لروحي زوري بيت ابوك يروح لعائشة ما رحش لعائشة في اليوم ده رح جايب ماريا في بيت حفصة وطأ ماريا في بيت حفصة متأسف نسيت نبه ان الاقل من 18 سنة ممكن يغادر الحلقة عشان الكلام اللي هنقوله هيكون صعب شوي فراح جايب ماريا في ليلة حفصة وعلى سرير حفصة وعلى مرتبة حفصة وغرفة حفصة ووطأ ماريا حفصة جات على دماغها ما تبتش ليلتها عند ابوها عمر بن الخطاب قلت لك ما ارجع البيت اسيب ليلتي ليه ارجع البيت اشوف النبي رح لعائشة ولا بيعمل ايه رجعت طبت لقت نبي الاسلام مع ماريا جاريته قالت له في ليلتي وعلى فراشي دي انت وقعتك بلاش اقوله عشان بيزعلوا مني راحت حفصة جرت وراحت مبلغة مين عائشة قفشة السر فقال لها قبل ما تجري وتبلغ عائشة نبي الاسلام قال لها اكتومي على الخبر هرديكي اكتومي على الخبر وقوعي تبلغي عائشة حفصة لم تلتزم بالعهد وراحت بلغت عائشة ده مش كلامي ده كلام ابن كثير الرواية دي مش فيلم محدش ينزعج مني محدش يدايق محدش يغضب صدقوني انا انقل لكم كلام ابن كثير وكلام الطبري وكلام انس ابن مالك وكانت له اما اشكرك اخي المخرج عشان محدش اقول انا بقرة من دماغي اتفضلوا الاراية قدامكم وحبيت ان انا اظهر الاراية قدامكم وكانت له اما يطوى فلم تذل بها عائشة وحفصة حتى حرمها فعائشة لما عرفت جات قالت له حرم ماريا بقى من اليوم ما تلمس ماريا قال لها علي حرم ماريا يرضيكوا كده انت وحفصة مش هالمس ماريا نزلت الايات هو ده قرآن يا جماعة قرآن ديليفري قرآن تحت الطلب واضح انه اشتاء لماريا فراح قال لي جبريل ما تنقذني من المطب ده جبريل انقذك ازاي نزل لي اي حاجة كده من اللي موجود متخزن على اللوحة المحفوظ نزل لي اي حاجة رحم نزله يا ايها النبي لما تحرم ما احلى الله تبتغي مرضات ابن كثير اللي بيقود حتى حرمها فانزل الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احلى الله لك الى اخر الآية وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم حدثني زيد ابن اسلم ان رسول الله اصاب ام ابراهيم في بيت بعض نسائه فقالت اي رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه حراما قالت اي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال فحلف لها بالله قالت له يعني لما رسول الله قال قدام حفصة اتزنى قدام حفصة قال لها بصي مري علي حرام قالت له انت هتحرم الحلال منت هتخطله عمرك بتطأ ملك اليمين هتحرم الحلال يعني بتزنقه عايزة تقول له ايه هتضحق علي بكلمتين راح عامل ايه بقى عشان يثبتها قال لها والله مري علي حرام مش انا اللي بحلف هو اللي حلف فحلف لها بالله لا يصيبها يعني لا يصيبها يعني لن يطاها بعد كده مش عايز يقول لها بصي بقى مري دي هخفيها من قدامكم مش هلمسها فانزل الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك قال زيد بن اسلام فقوله انتي علي حرام اللغ وهكذا روى لغ يعني ايه تصرع منه لغ يعني ما تحسبش انه قسم لا تحسب انه لغ واللغ او القسم لما يحب يرجع من الكلام ده يعمل ايه يقدم قفارة يكفر عن القسم وعن الحلفان بتاعه وهكذا روى عبد الرحمن ابن زيد عن ابيه وقال ابن جرير ايضا حدثنا يونس ثن ابن وهب عن مالك عن زيد قال قال لا انتي علي حرام والله لا قطيك وكانت وقفة مري لانت زبق مش عايز اقول تعبيرات بتزعله بتزعله وترجع تقوله الراجل ده بيهيني الدين لأ ده وقت الزبطة دخلت حفصة لقيته مع ماريا فكانت ماريا موجودة في المشهد قال لها ما تقوليش لعيشها وهي علي حرام ورح بصص لماريا والله لن ألمسك بعد اليوم والله انت علي حرام وقال سفيان الثوري عن الشعبي عن مصروق إلى رسول الله وحرم فأوتب في التحريم وأمر بالقفارة في اليمين روىه بن جرير وكذا روى عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه وكذا قال غير واحد من السلف منهم الضحاق والحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان ورواه العوفية عن ابن عباس قال قلت لعمر ابن الخطاب من المرأتان يا عمر يا ابن الخطاب ابن عباس حبر الأمة عبدالله ابن عباس حبر الأمة يسأل عمر ابن الخطاب من المرأتان قال عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن أمه إبراهيم ماريا أصابها النبي في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة فقالت يا نبي الله لقد جئت إلى شيء ما جئت لأحد من أذواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها قالت بلى فحرمها وقال لها لا تسكري ذلك لأحد فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فيها النبي لما تحر الآيات كلها فبلغني يميني وأصاب فيما بعد جارية رجع فيك أبو قلاب عبد الملك مسلم عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال وإن أم إبراهيم عام فقالت أتحرم ما أحل الله لك قال فوالله لا أقربها ذهب بعض العلماء وذكر الطبراني عن مجاهد عن ابن عباس أيضا في قول تعالى يا نبي لما تحرم ما أحل الله وإلى الله عليه وسلم سارية أمور ممن قال بوجو على من حرم جارية أو زوجته أو طعاما أو شرابا والصحيح أن ذلك كان في تحرمه للعسل كما قال البخاري يقول الطبر نفسه يقول رواياء ربما تكون الآيات نزلت في حدث عائشة بقوا مع بعض قالوا إيه رقاما بنت عمته الله منزيد وخده وقيتنا دخل على يد منك ريح مغافية المغافية ده السمغ اللي طالع من بعض الأشجار كانوا بيجبوه ويغدوه كمقوي للناحية الجنسية فعيشة قالت إيه أفصى أول ما النبي يرجع نمسكه نقوله وقام بالعلاقة الجنسية نسيب أثر في الأكل وعلى بيترك رائحة كريهة الأحد يزبط قول كده مش أنا أكلت مغافية إني أجد منك ريح مغافية رائحة كريهة عامل زي مثلا تكون واخذ زينب أكلت مغافية قال لا فلن أعود له تحالفته لا تغبري بذلك أحد تبتغي مرضات أسوأ دي رواية ودي رواية نصدق مين يا جماعة أكتر من قصة العسل لكن بعض الشيوخ تكسفوا قالوا لا الموضوع ما كانش خاص بمارية الموضوع كان خاص بالعسل دا ابن كثير نروح للطبري الطبري بيقول نفس الكلام يا جماعة عشان وقت الحلقة يا أيها النبي الآية يقول تعالى ذكره لنبيه النبي تغيب بذلك مرضات أزواجه العلم في الحلال الذي كان الله مرضات أزواجه فقال بعضهم كان مملوكته القبطية حرام حفصة بنت عمر زوجته حجرتها حدثنا وبدأ يسر حدثنا عن ابن مصروق عن أنس عن كل الأحاديث اللي ذكرها وأضاف وأكد صحة هذه الأحاديث وقال يا ابن زيد أنها وجدت امرأة من نساء النبي مع جاريته في بيته يعني زبطته واحدة يبقى إليها بعد هذا أبدا وهكذا وهكذا وفي آه يعني ساقح تروح إلى مارية وآخرون كان ذلك يشربه وكان يعجبه والصواب من القول في ذلك أن يقول إحنا عايز يقول ابن طبر ذلك كان جاريته من الأشربة وجائز أن يكون غير ذلك وممكن تكون الروايات دول كلها روايات ما نعرفوش من بيت النبوة أمهم موضوع حصل وجبريل أنقذوا طيب أنا النهاردة كباحث بقى أمشي ورامين حديث المغافير الحديث موجود صحيح مسلم 1474 خلاصة حكم المحدث صحيح أنه سمع عائشة تخبر أن النبي كان يمكث عنه زينب فإن أيتنا ما دخل عليها فلتقول أني أجد منك ريحة مغافير أكلت مغافير فدخل على أحدهما فقالت ذلك لو قال بل شربت عسل وإذا أصر النبي لقوله بل شربت العسل يعني نبي الإسلام كذب عشان يطلع من المطب لا 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 ما كلتش مغافير ده أنا شربت عسل والحديث أيضا مروي في البخاري قدامكم الراوي عائشة أم المؤمنين المحدث البخاري المصدر صحيح البخاري الصفحة 6691 خلاصة حكم المحدث صحيح والحديث أيضا مروي برواية تانية في البخاري والحديث أيضا مروي بروايات مختلفة في قتب المختلفة الكل بيحاول يثبت أنه كانت عائشة وحفصة في رواية تانية بقى في البخاري بيقول لا حفصة ما كانتش موجودة في الصورة ده اللي عمله المؤامرة دي كانت عائشة وسودة طيب أنا أصدق مين يا جمعة دي روايات حديث المغافير طب تعالوا نشوف الروايات الخاصة ب روايات أنه أنه المشكلة كانت مع حفصة ومارية تعالوا دي روايات موجودة دي روايات أنا النهاردة رجل باحث أصدق مين قال الشيخ الألباني صحيح الإسناد عن الحديث الخاص بروايات حفصة عن مارية الحديث الذي رواه أنس قال الشيخ الألباني صحيح الإسناد والرواية جاءت أيضا عن طريق النسائي والرواية جاءت أيضا عن طريق شعبة قال سمعته بن عباس يعني لم يروي أنس فقط الرواية لكن روا أيضا عبد الله بن عباس الحديث أيضا وعبد الله بن عباس أيضا عاصر نبي الإسلام صحيح كان طفل لكن عاصر وسمع وكان بيرم ودنه وكان بيسمع كل حاجة إذا ما حد يطلع يقول دي رواية كذب لا الرواية من جهة ماريا ورواية كانت بتقول المؤامرة كانت ما بين عائشة وحفصة من جهة العسل والمغافير وزينب ورواية كانت بتقول أن المؤامرة كانت بين عائشة وحفصة من جهة صفية والعسل والمغافير ورواية تالتة بتقول أن المؤامرة كانت ما بين عائشة وسودة من جهة زينب من جهة العسل والمغافير أربع روايات وكلهم صحيح أنا النهاردة كباحث أصدق مين في الفيلم ده السؤال الأول هو نبي إله الإسلام مش عارف القصة ليه إله الإسلام ما قالش النبي الإسلام من خلال جبريل مين هم المرأتان ليه ما كشفش الموضوع ليه تعامل بنوع من التغطية للأمر وفتح باب للجدال والصفصطة وتضارب الروايات رقم 2 ليه إله الإسلام ما حسمش الأمر ولمح بصورة وبآية هو الحدث يخص بعسل والمغفير والله يخص مارية حيرتونا رقم 3 ليه إله الإسلام والقرآن ما حسمش الأمر مين هم عائشة وحفصة ولا عائشة وسودة ولا عائشة وزينب على صفية ولا الموضوع فين رقم 4 هو ده موضوع يتناقش رقم 5 مش ده موجود على اللوح المحفوظ هل إله الإسلام أقر أم نبأ به عندنا أسئلة كتير لكن جه بقى وقت توثيك هذه الكلمات اللي أنا قلتها من شيوخ المسلمين خلونا نشاهد بعض الفيديوهات من شيوخ المسلمين ونشوف ما بين المؤيد والمعارض حول القصص اللي أنا رويتها دي ونشوف إزاي حولوا أن هم يخرجوا من المطب ده نسمع الأول الفيديو ده وبعد كده ناخد فيديو فيديو ونعلق تعليقات سريعة في هذه الآيات الكريمات من أول سورة التحريم عاتب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة حصلت منه صلى الله عليه وسلم وهو أنه حرم على نفسه مارية القبطية التي هي السرية الشيخ هنا بيقول أنه النبي بتاعه حرم على نفسه مارية يبقى ميشي وراء روايات مارية نكمل مع الشيخ لأن الشيخ قاله فيه رواية تانية لأنه ما يقدرش يقف عند حتة معينة هو نفسه مش عارف أميل هنا ولا أميل هنا قصة مارية شوية تحرق وقصة العسل شوية أخف من قصة مارية فالبعض بيختار قصة العسل لأنها أخف من قصة مارية لكن خلينا نكمل الفيديو مع الشيخ أو أنه حرم على نفسه العسل أو أنه وذلك بسبب أن زوجاته لمنه في أنه ذهب إلى مارية وسقته عسلا فأخذتهن الغيرة من ذلك فعات ابن الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه مارية أو حرم على نفسه العسل الشيخ واضح أنه مش مركز واضح أنه يعني هو بيقرأ أو بيجاوب على السؤال واضح أنه فقد التركيز يا شيخ مارية ما سأتش العسل اللي سأت العسل واحدة من الاتنين يا زينة بنت جحش يا صفية بنت أحيا لكن مارية وطاقة في ليلة حفصة قولي الحكاية مكسوف لي ده الفيديو الأول خلونا ناخد الفيديو الثاني منطوق الآية سورة المتحرم أو التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيا عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنه ما قال في الحرام يكفر وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة يعني يكفر يعني تقدر ترجع في كلامك بس تقدم قفر ناخد فيديو الثاني قوله إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما صغوت وأصغيت ملت لتصغى لتميل وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عون تظاهرون تعاونون وقال مجاهد قو أنفسكم وأهليكم أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت بن عباس يقول أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكست سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجة فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتين اللتان تظاهرتا قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحصة دي رواية عن عمر بن الخطاب نقالها أنس أو ابن عباس في رواية عن أنس وفي رواية عن ابن عباس نصدق مين يا جماعة نصدق مين ناخد فيديو تاني ولعلها ذكرت أيضا قصة المغافير فإنها أيضا لم يحصل لها خير بسبب عائشة في تلك القصة يعني ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا قالت الشيخ بيقول الأولاني عند ماريا شرب العسل طبعا هو مش مركز لأن ما فيش ولا حديث بيقول أن شرب العسل عند ماريا لكن هنا بينطأ الحديث صحيح أنه بعض الحديث بتقول شرب العسل عند زينب بنت جحش توطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقول له إني أجد منك ريحة مغافير مغافير المغافير جمع المغفور 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 تعلمون أن بعض أنواع الشجر إذا ذبحته هكذا جرحته خرج منه سائل كان الناس بعدهم يقول يخرجوا منه حليب وكانت اندرس السمغ السمغ أكثركم ما أدرك يعني المسنون مثلي أدركوا كنا لما كنا صغران وقد قطعت قيل ذكر في ذلك الوقت وشاع أنه خرج منها دم هذا المغفور مثل هذا السائل نوع من الشجر إذا ذبح إذا جرح خرج منه هذا السائل الذي اسمه المغفور هذا السائل طيب الذوق جدا لكنه كريه رائحة فإذنك توضعت عائشة وحصة أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد منك رحم غافير وهما تعلمان أنه يمكس عند زينبا بنت جحش شربوا عندها عسلا ويتوريدان أن لا يمكث النبي صلى الله عليه وسلم عندها فقالت فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم بل شربت عسلا عند زينبا بنت جحش ولا أعود له فأنزه الله قوله سبحانه يا أيها النبي أولي ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا جماعة يعني هو في نبي النبي ده يعني متأسف في التعبير ما تزعلوش مني اللعبة كده في إيد زوجاته ودي تعمل عليه مؤمرة ويخاف من دي ويحلف قدام دي ويدار على دي إيه الموضوع يا جماعة إيه الموضوع ما تفهمون إيه الموضوع إيه اللي أبدي واللهم هاشرب عسل واللهم هالمسمرية إيه الموضوع يا جماعة إيه النبي ده يزنق يحلف إيه النبي ده ناخد واحد يقول لي ممكن يكون الحديث ضعيف ناخد توطيك للحديث مصحة حديث المغافير أكلت مغافير يا رسول الله قال لا ولكني شربت عسل هذا في البخاري ومسلم من حديثي عمر رضي الله تعالى عنه في تواطئ المرأتين من أزواج النبي على النبي عليه الصلاة والسلام إذ قالت أيتنا دخل عليها النبي فالتقل له ما لأراك متغير الرائحة أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير أو بنحو ذلك يعني الحديث صحيح بتاع المغافير طيب حديث بقى حديث مريا نسمع حديث مريا في القصة التانية أنه كان عليه الصلاة والسلام جلس في غرفة حفصة نعم دي أنت عمر بن خطاب رضي الله عنهم جميعا ثم جاءته مريا اللي هي كانت جئيله دي من المقاوص المقاوص صغير مقاوص وهو اعتبرها زوجته يعني تصر بها لها لا ما اعتبرهاش زوجته لا ما اعتبرهاش زوجته يا أستاذ محمود سعد لا ده تصر بها تصر بها يعني تسل عليها يطاقها كملكة يمين وكجارية لم يعتبرها زوجته بلاش عشان كده الشيخ خالد الجن دي يلقيه على طول لأن الكلام ده على الأقوى قاله لأ تصر بها تصر بها يعني نبيه كان يمارس الجنس مع الجاريات اللي عنده يقال كان عنده اتنين ويقال في حديث هعرضه بعد شوية حديث قوي جدا وأكد عليه ابن القيم وأكد عليه ابن تيمية أنه كان عنده أربعة بخلاف الحداشر يتصر بهم يعني ايه لو الحداشر زوجة عملوا اضراب يبقى عنده أربعة ما يقدرواش يقولوا له لا يعني يطاقهم ويمارس الجنس معهم في أي وقت ولو جالوا مزاج في النهار مع الحداشر زوجة دول حداشر يوم حداشر يوم كل واحدة ليلة لكن افترض أنه جالوا مزاج في النهار يعمل ايه يروح لجارية من الأربع جواري أو الأربع إماء يطاقه يتصر بيعمل هو ده الفقه الإسلامي ده اللي كان موجود أيام النبوة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة إخوات المسلمين تقدر يكون عندك شغالة تتصر بيها زي ما كان بيعمل نبيك هتقول لي لا ده زينا طب نبيك كان بيعمل إيه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ليه ما بتعملش زي نبيك تتصر بالشغالة اللي عندك تجيب واحدة محترامة يعني الكامل في البنية أو من أي دولة وتتصر بيها جارية ملك يمين بتدفع لها فلوس جارية يعني بتدفع لها فلوس ملك يمين وتتصر بيها ليه ما بتعملش ده يبقى إذن رسول الله مش اسوة حسنة ليك يبقى إذن في بعض المواقف التي كان يمارسها رسول الله لا تستطيع أن تمارس مثله لأن القانون يمنعك لأن العرف الاجتماعي الآن يمنعك إذن القانون والعرف الاجتماعي انتصر على الفقه الديني الرسولي الإسلامي تصر بيها نكمل خرجت حائشة لقضاء سيدكنا حفصة لقضاء مصلحة كبانها رسول الله ما خرجتش لقضاء مصلحة هو قال لها روحي بيت أبوكي أنا أعرض لكم الحديث بعد شوية قال لها روحي زوري أبوكي أول ما طلعت من الباب راح جايب ماريا ما جاتلوش ماريا لا هو كان مردت بالليلة وزي ما قلتلكم ماريا كانت لأنها مصرية من المينيا كانت لها جماله الخاص يفوق جمال كل زوجاته وكان لها قوام وشكل مختلف يفوق كل زوجاته عشان كده كان له يعني إنجزاب خاص تجاه ماريا ما خلاص بقى زهق من حفصة وزهق من سودة وزهق من عائشة وزهق من زينب وزهق من جوائرية وزهق من 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 حابب بقى يعني يكون بيتونس بماريا فقال لحفصة بقى يعني أنت في وشي للنهار روح يشوفي أبوك غالبا تعبان طيبي ولا حاجة هي خرجت من البيت وماريا جات باتفاق ودخل بيها قوضة حفصة وكان ما كان رجعت حفصة كانت زكية بين عليها حفصة دي ما كانتش واحدة سهلة يا جماعة ده بنت عمر بن الخطاب وكانت متجوزة قبليه فكانت عارفة يعني شغل الرجالة البدو في الوقت ده فرجعت حفصة تظاهرت وكأنها نسيت شيء ففتحت الباب طبعا هو كان في قضة حفصة وبحسب المعلوم في الفقه الإسلامي أنه نبي الإسلام كان مخصص مش لكل واحدة قوضة لا لكل واحدة بيت أسمو صعب قوي أن بيتي تكون من 11 قوضة فكل واحدة تبقى في قوضة ويقعد يلف على القوض فكان كل واحدة لها بيت فالواضح أن العلاقة كانت حميمة جدا لدرجة أن حفصة فتحت الباب بتعضار الخارجي للبيت ما حسش إلى أن وصلت إلى باب الغرفة الخاصة وفتحت باب قط النوم فلاقيته مع مريا وده ما حصل نكمل الرواية والحكاية مع الأستاذ محمود سعى أنا لا أقول كلام من نفسي ما حدش يلومني وما حدش يعتب علي عايزين تلوموا لوموا كتب التراث الطبري ابن كثير الطبقات القرطبي روحوا لوموا احرقوا الكتب دي ما تسيبوا هناش يا جماعة زعلانين احرقوا الكتب اتخلصوا من الروايات دي بس ما تجوش تحكمونا احنا وتلومونا احنا ويقولك شو بيغلط فينا أنا ما بغلطش ولا يمكن أسيء أو أغلط هذا المنبر لا يمكن أن يصدر منه أي إساءة أو خطأ أنا بقول له قل له حصل المنطوق باللفظ اللي جوه الكتب فمحدش يلومني عايز تلوم لوم محمود سعد لوم خالد الجندي لوم الشيوخ ما تلومنيش أنا ومحمود سعد بيقرأ من كتاب بنت الشاط عن نساء النبي روح يحرق الكتاب ده يا أخي ليه جمال عبد الناصر يدي له جايزة روح يحرق الكتاب ده ما تلومنيش أنا نكمل الرواية دخلت حفصة فرأيت الموقف ده وقالت له في بيتي في تراشي فقال لها اكتومي الأمر ومارية محرمة علي ده كلام مكتوب عند بنت الشيوخ ده كلام أنا مش جايبه من أنا ولا مش جايبه أنا بقول لي ساتك بقى ده مش جايبه من مستشرق ولا جايبه من عالم غربي ولا جايبه من حد ضد الدين أنا جايبه من أستاذ مفصرة كبيرة نقلت سهل سهل الله يفتح عليك وربنا أولا نصلا على الصلاة نحط نقطتين تلاتة كده قبل ما نتكلم في داخل القصة ذاته شوفوا بقى الشيخ خالد الجندي هيسهل الأمر ده زي هل هيقول الرواية ضعيفة هل هيقول ده إسرائيليات وأنا أعرض لكم واحد بعد شوية هيقول ده إسرائيليات ويحاول يخرج من الرواية وقول لك ده الروايات ضعيفة وكل علماء المسلمين وقفوا على التلاتة وعشرين رواية وضعفوها بتاع مريق يا أقولي يا كذب أعرض لكم اللي بيجذب بعد شوية وأعرض لكم زي الشيخ الألباني قال الرواية صحيحة عشان بيتحقوا عليكم بيجذبوا عليكم خالد الجندي بقى قالك الموضوع سهل سهل قوي قوي ما فيش أسأل منه ونحطه نقطتين كده ونبدأ من أول السطر مع الشيخ خالد الجندي نبدأ من أول السطر أول معلومة لازم نقتصف عليها أن النبي مشرع مش مشرع له نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيشرع للأمة والنبي له فريضة خاصة فكان عن النبي من حرج فيما فرض الله له وعرش الكده لما ربنا يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرأة مؤمنة إن وانه إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من ذول المؤمنين من ذول المؤمنين لفه ودوره إيه لكت الموضوع ده بالكلام من ذول المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات خصوصيات هذه الخصوصيات حتى في عدد النساء يعني أنا عايزة أعرف هي خصوصيات النبي دي يا شيخ خالد الجندي بس في الستات ما تقولني النبي له خصوصيات كان بيصوم الظهر كله وبيصوم الشهر بالكامل وقعد أربعين يوم زي موسى لا يعكل ولا يشرب شيء وده من خصوصيات النبي ما تقلش كده هتولي من كتاب البخاري هتولي من كتاب مسلم أنا نبي الإسلام عمل زي موسى وقعد أربعين يوم وليلة لم يأكل ويشرب شيء دي خصوصيات النبوة اش معنى خصوصيات النبوة في الستات إن امرأة المؤمنة وهبت نفسها للنبي خالصة الله من دون المؤمنين يعمل اللي هو عايزه يقول لها آه أو لا ينكحها بدون عقده من غير عقده من غير موافقة ولي ولا أبوها ولا أمها ولا يدخل بيها القضاء على طول خالصة الله له خصوصيات يا شيخ خالد الجندي ليه خصوصيات نبي الإسلام في النساء بس يا رجل أنا رجل مرتد كافر أنا بعلن كفري على الهوى بالإسلام من 26 سنة أعلنت كفري بالإسلام مش 26 سنة ده 26 سنة عمري مع المسيح من 31 سنة أعلنت كفري بالإسلام قدوني حل شمعنا خصوصيات نبي الإسلام في الستات بس في نكاح الستات بس قدوني حل هالي شيخ خالد الجندي حل المحمود سعد الورطة اللي كان فيها نبي الإسلام قدام حفصة في فرشها وغرفتها وللتها مع مريا جريته نكمل اللي كانت تزوجهن صلى الله عليه وسلم وجمع بينهن في وقت واحد هذا كلام لا يجوز أن يأتي واحد لأن كانت جاوز تسع نساء دسلنا عن النبي يقول له لا هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني هو سيدنا محمد اتجاوز تسع أو تلتاشر بعد الأقوال نعم لكن الله أمره في لحظة ألا يتزوج بعد كده أبدا مدى صعب أو يا مخلوض سعد لا يحل لك النساء من قبل ومن بعد يعني وقفوا مع أنه المؤمن من حقه يتجوز ميت واحد يعني دي نقطة برضه أكيد ده نقطة طبعا أكيدا هو النبي صلى الله عليه وسلم عدد ومحصور فيه خلاص لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مكلف ومصير بأمر من الله سبحانه وتعالى جل العالم وعلى هذا لا يجوز أن يقيس أحد من الناس على حياة النبي الخاصة صلى الله عليه وسلم هل الأستاذ خالد الجندي رد على سؤال محمود سعد لما قاله الموضوع صعب ومش داخل دماء ما ردش لفهاله النبي له خصوصيات النبي محدش يقرب منه النبي النبي والله أمره بالصعب أستاذ محمود سعد يقول لك النبي كان عنده أمور صعبة إيه الأمور الصعبة يا أستاذ محمود سعد أن الله قال له بعد 13 واحدة لا يجوز لك أن تتجوز بس يجوز لك أنك تنكح ملك اليمين والجواري يا سلام على الصعوبة أنا كنت أتوقع من الأستاذ محمود سعد يقول أن الله أمر النبي أنه يصمر بعين يوم وليلة أن الله أمر النبي أنه يبقى يعني نزير ومقرص وما يلمس حد أفاجئ من الأستاذ محمود سعد أن الله إدى الصعبة أو على النبي بعد 13 واحدة قال له سطب ونعمة الأمر الصعب طيب مين ماريا يا جماعة نشوف ماريا مين أمهات المؤمنين يعني ليه ما بنقولش على سيدة ماريا أمنا لأن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال وأزواجه أمهاتكم فجعل وصف الأمهات ده مقتصر على الزوجات أمه السيدة ماريا كانت إيه كان في هذا الوقت في الرق شائع في الدنيا كلها فالمقوقس ملك مصر أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام السيدة ماريا وكانت يعني أمه وجارية عند النبي عليه الصلاة والسلام لف 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 لذلك لن نقول عنها إنها من أمهات المؤمنين لأنها ليست زوجة من الزوجات والإسلام طبعا قنن وضع الجاريات ويجعل إن الجارية هيفضل يلف 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 عشان يوصل للعبارة اللي قالها إن ماريا لم تكن زوجة لكن كانت جارية وفي الوقت ده كان مسموح للراجل إنه عشر جاريته جنسيا وفي الوقت وبعدين هل القرآن حرم ما حرمش هل السنة حرمت ما حرمتش لكن من اللي حرم قوانين الأمم المتحدة إذن قوانين الأمم المتحدة أشرف من الشريعة الإسلامية من جهة المرأة طيب عبدالله رجد بيقول إيه بقى على الحديث ده نكمل إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خلى إحدى زوجاته أمهات الممينين السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها إذن أنا رايح أزور بابا أقول لها هروح يزوري أبوك ما بيش مشكلة رح تزور سيدنا عمر من هنا رح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جابنا ريال كطية من هنا وراح داخل ومارس معها للاقة الزوجية داخل بيت السيدة حفصة وعلى سر الهار مش علاقة الزوجية علاقة جنسية مع جارية لقيت الوضع ده بعد التعيط وتقول لي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إزاي تعمل كده وده بيتي وإنت ما وديتنيش عند أبويا اللي عشان تعمل كده فقال لها خلاص الحرم كمارية عليها وهي عليها حرامة دي القصة دي القصة عبد الله بيش بيقى يحاول يضعع في الأحاديث اتفضلوا ترى فعلا حصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خلى السيدة حفصة تروح عند سيدنا عمر أبوها ورح جايب المالية القبطية ودخل وجامعها على فراش حفصة هذا الكلام ده صحيح رجعنا لقينا فيه تقريبا عندنا بتاع 23 أو 24 رواية بتقول الكلام ده تتبعها العلماء من زمان وهم جامعوا الرواية وتتبعوها ولا رواية واحدة منهم تصح في هذا الموضوع يعني إيه يعني أنت يا مسلمة حط في بطنك كده بطي خسيفي بطي خسيفي بطي خسيفي كوني مطمئنة كوني واسطة لله عز وجل أن نبيك صلى الله عليه وسلم لم يصنع هذا الأمر أنت كذاب يا شيخ عبد الله الرشد أنت كذاب لماذا تعالى بيقول والعالم جميع العلماء ضعفوا الـ 24 رواية أقول لك كلامك كذب كلامك كذب ليه ثواني قبل نهاية الحلقة وأعرض ليكم عالم يفتخر به عبد الله رشدي نفسه عبد الله رشدي نفسه وقال عن الرواية قال الشيخ الألباني أعرض لنا يا عم الحج المخرج الرواية على أكبرها لكم يمكن الشيخ عبد الله رشدي عنده مشكلة في القراية أو عنده مشكلة في المعرفة هو مش بقول العلماء أجمع أجمعوا أن الأربع عشر اللواية غير صحيحة فيا أخت يا مسلمة حط بطنك بطيخة خسيفة وأعرفي أن نبيك ما عملش اللعبة الغير شريفة دي لأ نبيك عملها عن أنس أن رسول الله كان له أما يطاع فلم تزل بها عائشة وحفص التي حرم على نفسه فعند الله يا آيوها النبي رواه النساء قال الشيخ الألباني صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني صحيح الإسناد يلي بتقول ما فيش ولا عالم أجاز الروايات دي لا عالم أنت نفسك تستند إليه وأهل السلف يستندون إليه ويجعلونه من خيرة العلماء قال الشيخ الألباني صحيح الإسناد رواه النسائي يبقى مين اللي بيجذب يا شيخ عبدالله رشدي حضرتك أنت اللي بتجذب عايز تغدع البنات المسلمات الشريفات القانتات العابدات المسبحات المؤمنات المسلمات عايز تغدعهم عايز توري صورة تانية لنبي الإسلام أنه ما لعبش على حفصة وأنه ما عملش معمرية وأن دي روايات إسرائيليات لا يا شيخ عبدالله رشدي خالد الجندي رد عليك والشيخ ابن باز رد عليك والشيخ الألباني رد عليك ابن عثيمين رد عليك والكتب الإسلامية بترد عليك هذا الحديث والطبري شيخ المفسرين يرد عليك وابن كثير وهو من هو ابن كثير يردون عليك أن الرواية رواية صحيحة الإسناد والرواية جاءت من طرف أنس ومن طرف كثيرين إذن حيرتونا التحرين كان عن ماريا ولا عن المغافير والعسل فكر يا مسلم لو موقفتش قدام الصورة دي وفكرت في الأسئلة اللي أنا طرحتها قداما يبقى عندك مشكلة في التفكير يبقى المشكلة عندك الصورة دي لوحدها كفيلة أن تنهي الاعتقاد أن الإسلام دي من السماء الصورة دي إن وجد مفكرين ومثقفين وباحثين وصادقين مع أنفسهم ويتوقفوا أمام هذه الصورة وهذه الأسئلة عليهم حالا أن يتركوا الإسلام على وعد بنعمة الرب في الأسبوع القادم نلتقي موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر والرب معكم مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لأنا مخذوع أو بخرف أبداً ولا عقلي سافر 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 إلا واحد إيماني واحد وملوهش تاني حبني ومت علشاني ومش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر 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 أنا مش كافر